موسيقى بعد ان ظهر بوجه شاحب وشخصية تائهة على ارض الملعب بعدما اكرم جماهيره بخسارة في عقر الديار لم يتوقعها اشد المتشائمين خاصة والمنتخب الذي واجهه يعيش ظروفا قاهرة يتأهب المنتخب الوطني لللاعبين المحليين لمباراة العودة امام المنتخب الليبي مساء الجمعة بدءا من الساعة السابعة بالتوقيت الجزائري اشبال المدرب لوكاس الكاراز يعرفون حق المعرفة ان مباراتهم بملعب الطيب المهيري بيسفاقس محفوفة بخطر الخروج من تصفية شاني كينيا 2018 بعدما باتوا مطالبين بالفوز بثنائية نظيفة بعد نكسة لقاء الذهاب والخسارة بهدفين لهدف واحد قاصة وهاجس الاصابات مشكل اخر يؤرق الفرقة الجزائرية ويزيد من مصائبها حيث سيفتقد الخضر لخمسة اسماء ويتعلق الامر بعد الحكيم مقران سعد اسماعيل محمد بن خماسة طارق بعطبة اضافة الى توفيق مساوي نقائص من شأنها ان تحرك فكرة تقنية الاسباني المطالب بإيجاد الحلول اللازمة للإطاحة بفرسان المتوسط خاصة وهو المغضوب عليه من قبل متتبعي الكرة الجزائرية بعد تهميشه لأسماء كانت قد تنقص من حجم الكارثة الكروية التي وقعت في مشهد الذهاب في النهاية الجميع بات مقتنعا بخطورة الوضع وصعوبة المهمة لكن كرة القدم رياضة لا يؤتمن جانبها والطموح فيها حق مشروع من يدر يترى قد يعود محارب والصحراء بورقة الترشح من تونس الخضراء اشتركوا في القناة